ما تزال عمليات تحرير جزيرة ايهيت والرمادي مستمرة وسط تقدم للقطاعات العسكرية والحجد العشائري وتمكنهم من تحرير منطقة الجراشي وجزيرة البعساف بمساندة سلاح الجو الذي دمر أوكار تجمع داعش في تلك المناطق وصلنا إلى منطقة البعساف الجزيرة كان دور فعال لهدست الفرقة العاشرة الأبطال الذين مثل ما تلاحظون هذا البلدوزر يشتغل سنردت المنطقة والناس اللي داخل المناطق المدنيين ساردونا بالمعلومات وضرب أوكار داعش التي كانت مؤثرة على هذا الطريق وكان للطيران العراقي والطيران التحالف دور فعال في هذه الحملية اعتماد تنظيم داعش في دفاعاته على العبوات الناسفة ساهم في تأخر تقدم القطاعات نسبيا إلى مناطق الجزيرة فضلا عن المزارع والطرق البرية الشاسعة التي تعد مقرات تواجد المسلحين فيها منذ سنتين أكو عرقلة لأنه كان يحتبر لهم خط دفاعي كثرة العبوات وطريقة زرحة تعرفون أنهم يعتمد على كثافة العبوات بأكثر من مكان بس الحمد لله إن شاء الله بجهود أبطال الجيش وكتيبة الهندسة لا نلاقي أي صعوبة مواطنون من الرمادي طالبوا الإسراع بتحرير الجزيرة بأسرع وقت ممكن كونها تشكل خطرا بالغا على أهالي الرمادي لاستهدافهم بضربات عشوائية من قبل المسلحين المتمركزين عبر الضفة الأخرى لنهر الفرات المهم نحن نطالب الحكومة ونطالب القادة العام قوات المسلحة بتحرير جزيرة الرمادي بأسرع وقت انتدادا إلى جزيرة هيت تقدم مستمر للقطاعات العسكرية في مختلف مناطق الجزيرة وانهيار تنظيم داعش فيها بعد محاصرته وقطع جميع الامدادات عنه من المناطق المجاورة من جزيرة الرمادي عمر العبيدي الحرة